توسعت الاحتجاجات في عدة مناطق تونسية بينما تواصلت مناوشات متقطعة بين قوات الأمن والمحتجين في عدة مدن وبدأت الاحتجاجات قبل أيام سلمية للمطالبة بالتنمية والعمل ما أعاد إلى الأذهان الانتفاضة التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق بن علي قبل خمس سنوات باتت الاحتجاجات الأخيرة في تونس ككرة الثلج تتوسع في عدة مناطق رغم الهدوء النسبي في مدينة القصرين التي انطلقت منها الاحتجاجات فقد تواصل الاعتصام الذي ينفذه المئة من المعطلين عن العمل رغم الإجراءات الحكومية المستعجلة التي أعلن عنها أمس من قبل حكومة الحبيب الصيد الذي يحضر في سويسرا مؤتمر دافوس الاقتصاد العالمي وقرر اليوم العودة بعد تصعود الاحتجاجات في عدة مناطق للمطالبة بالتنمية والتشغيل وشهدت الليلة الماضية وفات شرطين وإصابة عونين آخرين في انقلاب سيارتهما وقام عدد من المحتجين في أكثر من محافظة تونسية بإحراق الإطارات وترديد شعارات تطالب بالتنمية والتشغيل في المقابل أطلقت الشرطة الغاز المسيل الدموع بعدما حاول محتجون اقتحام مراكز للشرطة وسدت إطارات المحترقة الشوارع فيما اشتبكت الشرطة مع مجموعات من المحتجين وشملت الاحتجاجات مدن عدة منها تالا وفريانا وقابس وقفصة والكاف وجندوبة والقيروان وسليانا والعاصمة تونس وعلى المستوى الرسمي أعلنت الحكومة أنها ستشغل أكثر من ستة ألاف عاطل عن العمل وستبدأ في مشروعات تنموية في المنطقة وقال المتحدث باسم الحكومة خالد شوكات أن الحكومة ليست لها عصا سحرية لتغيير الأوضاع في القصرين ولكنها ستبدأ فعلا هذا العام عدة مشاريع هناك سعيا لامتصاص معادلات البطالة المرتفعة وفي سياق متصل دخل إرهابيو داعش على خط الاحتجاجات وأطلق التنظيم وأذرعها الإعلامية حملة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة على تويتر للتحريض ضد حكومة المغاربية وجيوشها وقوات أمنها خاصة في تونس وسط تحذيرات من شخصيات إعلامية وسياسية من احتمال اندساس جماعات إرهابية وسط المحتجين